بنشوف دايما في منتخبات زي المغرب الجزائر السنغال غانا عندهم لعيبة كتير بيجيبوهم مولودين في أوروبا شايف ان احنا متأخرين في هذا الامر ونحن محتاجين بسرعة نبص على لعبين مصريين كتير موجودين في أوروبا اه انا احساسي ان في لعيبة كتير جمدين في كل اماكن فطبعا لما تجيب لعيبة من كل حتة لعيبة جمدين اسألكم من لعبين مسأل اعلى لكم سواء في أوروبا او في مصر بالطبع محمد صلاح هو الافضل بالنسبة لي هو واحد من الافضل اللاعبين في تاريخ مصر في أوروبا وبعده سأقول كريسيانو رونالدو لانه مثل الالعب مثل في الملعب فبالتالي هو يبدل الكثير من المجهود فبالتالي وعقلياته ايضا عقلية رائعة هؤلاء هم افضل اللاعبين بي طبعا عندي انا حمو بيك برش لا زي حمو بيك في الأغاني انا عندي كريسيانو رونالدو في الكورة بموت في كريسيانو رونالدو بس ترية اللاعبي اللاعب بتاعي باول بوكبا اكيد الناس عرفهم باول بوكبا بس كريسيانو رونالدو يعني فوقه خالص واللي بعدي عشرة تحتي كده باول بوكبا تحب وريكو تحب تحب وريكو لنا بحبي كريسيانو اكتر منكم لا مش هتوقف تحبه اكتر منكم طبعا هديكي الدليل هديكي الدليل انا ابن اسمه كريسيانو لما سميت ابني كريسيانو مرسبعتك بليش دعو حتى لو هتسمملك باشي بس انا اصغر من حضرتك ايه انا اصغر من حضرتك لما اجيلي ابني اسمي كريسيانو واللي بعديه رونالدو واللي بعديه دوسانتوس ورس كده باتة انت تحب اكتر مني انت تحب اكتر مني لأ انت خلاصتك عليت علي مربع عليك طيب ابراهيم مين مسلككي؟ طبعا لما بسمع يعني كلمة مسألة العادة طبعا تروح على محمد صلاح يعني مثل مثل الاعلى هو ولكن لما بتابع كورة مصرية اللعيب اللي بيرعب في مركزي هو تياجو الكنتارا طبعا طبع ليفربول لعيب هادي وبيلعب بمزاجه وكنه بيرؤس في الملعب وامر مرموش طبعا مكسر الدنيا دلوقتي ده لعيب متابعه يعني ماتش 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 بماتش ولعيب يعني اجزامبل جامل بره وخد فرصته مع الولمبي ما مشيتش جال فريق الاول ولعب طبعا عايز اقولك حاجة تياجو الكنتارا كنت في فاينال كاس العالم للأندية 2013 كان بايرن ميونيخ والرجاء الرجاء المغرب وكنت في الملعب طبعا انا لما بقى في الملعب غيرنا لما بقى في التلفزيون يعني بشوف اللعيب تياجو الكنتارا انا خارج من المباراة بدون مبالغ يعني بقول تياجو الكنتارا ده عحسن اللعب في العالم اه والله مرعب يعني عيب عظيم جدا الستايل بتاعه غير اي اللعيب نص ملعب انا شوفته في حياتي مرافو عليك مرافو عليك طيب عمر مين فانا انا لفت باك او فبحاول اتفرج على لعيبة لفت باك فالبحابه انا مارسلو 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 ده ده اخترار ده اخترار بس انت بالحياتش تروبرت قلص طبعا طيب انا حقيقي بشكركم جدا مبسط جدا انتوا كنتوا معايا النهاردة مبسوط جدا انتوا موجودين في مصر متفائل جدا بإذن الله ان انتوا ان شاء الله تبقوا مستعبا العظيم لكرة القدم المصرية مبسوط جدا لللقاء دوت عشان ان شاء الله بعد كم سنة قليلة جدا نقول ان احنا كنا نصادفين نجوم العالم عندنا ان شاء الله لما تبقوا نجوم العالم زي محمد صلاح فانا اتشرفت بيه جدا وبشكركم شكرا جزيلا